يا مسائل فل ازايكو انا ماريان حبيب والنهاردة هعمل معاكو الطاجين العكاوي احلى واطعم طاجين عكاوي بجد يعني انا هدخل بيه تحدي كده بعد ما تعملوك جربوك ايه الاخبار هدخل بيه تحدي قدام البرنس وقدام صبحي كابر قد ايه الطاجين طعمه حلو البصل من الكرمل واللحمة كده بتدوب وبتقع كيه من العظمة صدقوني من احلى واطعم الوصفات اللي هي ممكن تعملوها وتحبوها ودائما كمان في الشتاء بنحب لعمل الطاجين الحلوة دي هي اصلا مفصولة كده من العظمة يعني انا بس بلمسها كده بتدوب كده معي بس عندي معلوش تعقيب بسيط قبل ما ابدأ في الوصفة هو انتوا ليه ما بتعملوش لايك لوصفاتي ولا شير ولا كمان سبسكرايب لقونت على اليوتيوب انا عندي رقم كبير جدا جدا على الفيسبوك انا خايف اقوله عشان ما تحساتش والرقم ده اصلا يعني فعليا على الارض الواقع ما بيعمل ليش ولا اي حاجة ولا بيقول له صحابه ابدأوا كده تعالوا شوفوا الوصفات الحلوة بتاعت ماريان يعني هتستفيدوا منها جدا ولا كمان بتعملولي انت لايك ولا شير طب يعني وبعدين لو الصفحة مدايقة او الصفحة مش حلوة اقولولي احنا نجيب درافها ونخلص لكن بجد يعني مش هينفع كده تعالوا بقى نشوف الوصفة اول حاجة انا عندي هنا عكوة العكوة طبعا اللي هي الديل بتاع العاجي بيكون بيجبتها من عند الجزار وهي هو الجزار بيقطحها لي بيكون لها فواصل كيف هو بيقطحها كيف يعني عند كل فواصل كده اه والعكاوي بتكون دسمة شوية وبيكون فيها كده نسبة دهون شايفين فيها نسبة دهون كده حلوة كده في كل حتة من اللحمة بتاعتها فانا هيخد كام حتة دهون كام من الصغيرة ديت واخليهم على جنب عشان بحب اشوح فيهم البصلة يبقى كده عندنا عكوة وانا هسلقها نص سلقة هعمل لها بوكي جارنيل اللي هو عبارة عن ايه عندي هنا طمط ماية عندي جزارة بصلة تومة وعندي كمان فاص مستكة وثلاث فصوص حبهين واحدة قرنفل وعندي آآ كرافس مجفف او فريش براحتكو وعندي نص معلقة صغيرة من السكر والملح والفلفل انا ما بحبش احطوها مغير في الاخر خالص علشان الفلفل بيسود معانا الشربة والملح كمان بياخر التسوية بتاعت اللحمة هنجيب بقى الحلة نحط فيها مية انا مش عايزة مية كتير انا عايز تقريبا يعني نص لتر من المية السخنة يكون يغلي كويس حطي البوكي جارنيو سيبي يغلي غلوتين وبعد كده انزلي بالعكوة اللي عندنا وهنسيبها بقى كده تستويب راحتها خالص انا محتاجة تستويب بس نص تسوية لغاية التربع تسوية ما تسوياش ابدا اكتر من كده من نص تسوية لتلات تربع تسوية مش اكتر من كده ابدا هنغطيها ونسيبها بقى كده تستويب راحتها ومن وقت للتاني هنشيل الغطة ولو في كده اي ريم او اي رغاية كده ازارت على الوش شروه بالراحة تمام بالشكل ده وزي ما قلتلكم بتحطوش الفلفل خالص غير في قبل ما تطفي على اي لحمة عموما بدقيقة كده حط الملح والفلفل بتوعك هيا كده تمام استويت معايا استويت معايا زي ما قلتلكم نص تسوية وشايفين شوية شربة صغيرين جدا جدا هو ده بزبط لان اعايزيه عشان لما اعمل التاجن واخد شوية الشربة دول ابقى كده اخدت كل حلوة العكوة كلها ما راحتش يعني في الارض في طبق بقى تاني او في طوصة تاني هنحط معلقة من الزيت وحطيت اللي هم حتتين الدهن اللي انا شلتهم من العكوة شوحتهم تشويحة وبعد كده كان عندي بصلتين كبار قطعتهم كده حلقات او قطعيهم جوليان وبدأي شوحيهم تشويحة كده دية او دقتين بس يبدأوا كده يتبالوا حاجة بسيطة هنزل عليهم بمعلقة سوري بفلفلية الوان وفلفلية خضرة ونشوح بقى التشويح حلوة ولو بتحب الفلفل الحراء او بتحب التواجد اللي هي فيها نسبة شطة كده بسيطة حط ارنفلفل حراء شوحي تشويحة دقيقتين وطفي عليها كده تمام في طبق بقى تاني او في طاسة بردو تاني هنحط معلقة من الزيت وهنحط كمان في الصم التوم او معلقة صغيرة من التوم المفروم هنقلبهم تقليبة كده يتبالوا بردو وبعد كده هنزل عليهم بطماطمية تكون متقطعة مقعبات صغيرة الطاشة دي او يعني الطماطمية المتسبكة دي بجد بتاخد معاكم الطاجن لحتة تانية خالص بيبقى طعم ويجنن هنقلبها تقليبة كده الطماطم كده تبدأ كده تسبك معانا شوية هنضيف عليها رشة من السكر ونضيف عليها كمان نص معلقة صغيرة من الخل نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وكمان هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكمون كده تمام هنقلبها تقليبة تتسبك معانا تسبيكة حلوة وهنطفي عليها هو بالضبط ده الشكل انا عايزيه وبعين هنطفي عليها دي بقى خطوة اختيارية او ممكن ما تعمليهاش لو انت حبك تقفلي الطاجن عكاوة داخلي الفرن اقفليه او تعمل خطوة اللي هي الزيادة دي اللي هي ايه اللي هي معلقة زيت على معلقة زبدة هشوح فيهم اللحمة تشويحها حلوة او العكوة تشويحها حلوة هنزل بالبصر المتكرمل هنزل بشوية بقى البهارات بتاعتي عشان ليس انا ما حطيتش بهارات في اللحمة فالبهارات عبارة عن ايه معلقة صغيرة من السبع بهارات نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ن رشة من جسط الطيب ورشة فلفل اسود وطبعا زبطي بقى الملح زي ما تحبي لو انت حابها تحطي مقعب مرأة حطي لو انت حابها تحطي آآ تزودي مسلا اي حاجة تاني براحتكم البهارات حطيها وقلبي بقى تقليبة حلوة وما تنسيش طبعا تحط الطمط ماء اللي احنا سبكناها دي وبعد كده هنحط الشربة بتاعتنا زي ما قلتك ونا كنت عايزة الشربة تكون مركزة جدا جدا فكل المقدار اللي طلع مني هو الكوباة دي بس هي بس دي كوباة الش الشربة اللي طلعت من كل اللحم اللي احنا سلقناها هنضفها على على عكاوي ونقلب تقليبة ونسيبها تغلي غلوة وبعد كده هي جاهزة معنا بقى ان احنا نحطها في الطواجن ونحطها في الفرن هو يبان شوية الخطوات كتير بس لو انت واقفة انا بس حبيت اعملهم بخطوة ورد تانية بس لو انا بكون واقفة على البتجاز بعمل كله في نفس الوقت يعني بشوح كده البصلة في وقت بعمل البصلة اللحمة بعمل التاشة بيبقى كله في نص ساعة بيكون جاهز معي ما تقلقوش على الوش بقى كده هنحط كده كم شريقة انا حعملتهم النور ده على اتنين طواجن صغيرة انت براحتك طاجن صغير او طاجن كبير براحتك وحطيت عليهم كم شريحة فلفل الوان وكم شريحة طماطم وغطيهم بورق فويل لو انت مش حابها تغطي بورق فويل ممكن تغطيهم بورق زبدة وهدخليهم الفرن على درجة حرارة 180 وتسيبيهم بقى من نص ساعة لساعة لحسب طبعا احنا الاول مساويين اللحمة قدقي ده اخد مني نص ساعة بعد نص ساعة شلت ورق الفويل وسبت ربع ساعة تاني بقى كده عشان ياخد لون حلو كده شايفين كان طحفة يجنن طلع بقى بعد ساعة الاربع كانت تقريبا كانت اللحمة كده بتدوب والريحة بتاعة التواجن بيجاد توصل لاخر الشارع يعني عارفين كده ما التواجن كان هي يا فزيعة جنبها بقى شوية رز جنبها كده شوية عيش لو بتحب تزوز البصل اكتر زودي يعني يعني كل ما يكون البصل زيادة بيكون طعمه احلى بصراحة بيكون مسكر جدا ممكن كمان تحطي معاها بطاطساية ممكن تحط شوية خضار براحتك بس انا بحب التواجن كده يكون بالبصل وففل الالوان وبس لازم تجربوه ولازم تقولوه ايه اخباره ويرابكم الفيديو سهل وبسيط وتجربوه على طول اشوفكم فيديو تاني مع السلامة متنسوش بقى تعمل لايك وشير